أستاذ حلمي النمنام مثقف كبير وكليه يعني معارك وأخذ ورد وتصريحات كثيرة وانتقادات للمتطرفين يعني للاتجاهات المتطرفة يعني عادة بعض السلفيين أو بعض الطائرات المتطرفة والمتعصبة بالفعل عملت اللي كان بيقوله الأستاذ حلمي وزير الثقافة هو زي ما قلنا ليه باع طويل في هذه المناظرات لكن أنا أتصور أنه دور وزارة الثقافة وفيه أمل كبير على أنه حلم النمنام يعمل ده يبدأ على قد إحنا ما بنمتك ثقافة على قد ما نقدر يتدحضر أو ينهزم التطرف والتعصب طول الوقت كانوا موجودين وكان موجود نجيب محفوظه موجودة السينما المصرية يعني إلى أي مدى يعني فيه رغان أنه حلم النمنام هيدخل فيه قصور الثقافة هنعمل إيه في قصور الثقافة وإزاي تتحول مرة أخرى المناظرات لأن هذه القصور بدأ دول التطرف والتعصب وأعداء الثقافة ينشطوا لما قصور الثقافة تقفلت لما ما فيش بدائل ما كان التلفزيون المصري فيه دولة نفسها أو حتى المنتجين بينتجوا سينما كويسة فيه جدل مش سينما مأولات أو غيره لأيه مدى الدولة في وقت مأولات كانت بتنتج سينما حتى كان قطاع الانتاج بينتج أفلام لها قيمتها يعني شوفنا مسلسلات زي وحيد حامد زي أسامة واروكاشة دي من كلاسيكيات آه طبعا مجموعة من المسلسلات اللي أرارت الفكر في مصر في وقت الأوقات الدراما دلوقتي كلها محصورة في شهر رمضان كنا بنشوف سينما يعني أفلام مأولات ونشكوا منها لكن كان فيه مخرجين مقترمين كبار حتى التمنينات وطبعا ما قبل يعني يوسف شهين آه صلاح ابو سيف آه محمد خان محمد آه يعني بعد كده يعني محمد خان داود عبدالسيد آه خيري بشارة يعني كان فيه نمط من السينما لهدف أنا بتكلم على كده ليه أن احنا معركة الثقافة مش بس تصريحات طبعا مهمة أو الكلام اللي قالوا دا دا توصيف لحال لأي مدى احنا في مكتبة الأسرة قامت بدور مهم المكتبات والمنتج الثقافي يعني طول وقت كان فيه جدل وزارة الثقافة دي نلغيها ولا نخليها دورها ايه دورها هل هي دورها أنها توجه المثقفين أو تدخل معاهم أو تدخل معاهم ولا دورها أنها إلى توصل للمناطق اللي الإعلام مش وصلها أو أنه الثقافة مش وصلها قصور الثقافة تتحول لمسارح وإنتك ثقافي المواهب الشابة شعراء شعراء اللي في الأقاليم احنا كل الدنيا متركزة احنا عارفين ان دي ترقومات سنين بس المنتج الثقافي ده وبيتغلغل المنتج الثقافي يقدر يتغلغل العمار كل الثقافة ما بتتقدم يعني نجيب محفوظ لا السيني ما نجيب محفوظ حرفيش السلسية حتى غيره كل دي بتبقى الأكل والشرب بتاع الثقافة الحقيقي اللي يقدر يدينا منتج حقيقي يحل بقى الأفكار طبعا المتعصبة المتطرفة احنا عارفين